اشتركوا في القناة اشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد انه قد ادى الرسالة وبلغ الامانة ونصح الامة فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل ذو لب منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد في الاولين وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد في الاخرين وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد في كل آن وحين ثم اما بعد احباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان تكونوا دائما الى الله اقرب وعلى طاعته ادوى انه ولي ذلك والقادر عليه ثم احبتي في الله واخواني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان قد احاطت بالمسلمين الملمات ولا نكاد نخرج من قضية او من امر او مشكلة يثيرها الغرب حول الاسلام الا وندخل في قضية اخرى فتارة يصيرون شبهات حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة يهاجمون البخاري تارة يتكلمون عن الرسوم المسيئة تارة يتكلمون عن حرق المصحف وكل هذه الامور طرهات هدفها اعاقة الدعاة عن المضي قدما في تعليم الناس دينهم اقول لك حبيبي في الله ما ضر السحاب نبح الكلاب فليقولوا ما يقولوا وليفعلوا ما يفعلوا فان الله عز وجل بالغ امره وان رغمت انوف الله عز وجل سينتصر لدينه وسينصر من ينصره وان رغمت انوف انت كمسلم حبيبي في الله يجب ان يكون عندك يقين ان الله غالب على امره ومهما فعل هؤلاء جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهما فعل هؤلاء فان الله غالب على امره مهما ارادوا ان يوقفوا هذا الامر ويوقفوا امر انتشار الدين فلن يستطيعوا طب جبت الكلام ده منين يا شيخ طب بتقول لنا الكلام ده ابن انا جبت السقة دي منين اقول للحضرتك انظر في اعداد المسلمين الذين يدخلون في الدين يوما بعد يوم وستعلم ان الله ناصر هذا الدين طب المشكلة فين المشكلة في انا المشكلة في حضرتك المشكلة في حضرتك حينما ينصر هذا الدين ماذا سيكون دورك انت حضرتك داخل معركة مع الكفر داخل معركة مع اعداء الله عز وجل وهذه المعركة معركة حامية الوطيس معركة شديدة جدا طيب ايه المشكلة انت تعلم سلفا كمسلم انك ستنتصر في هذه المعركة يعني ثق تماما حبيبي في الله ان انت ستنتصر في هذه المعركة ستنتصر والله سينتصر المسلمون هذا وعد الله عز وجل ماذا تريد سينتصر الله عز وجل ربنا القائل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْهُ فإذا النصر لمن؟ لدين الله عز وجل لكن حضرتك هيبقى دورك ايه؟ فهنا يبرز السؤال تحديات تواجه ديننا تحديات تواجه ديننا كل من اعتلى المنابر كل من تصدى للدعوة يعلم جيدا اننا نحتاج اكثر ما نحتاج الى ان نرد الناس الى دينهم وان نعلمهم امور دينهم وعشان المقدمة ما تطولش اكتر من كده هقول للحضرتك انا النهاردة جاي يكلمك عن البدعة من اكبر الاخطار التي تواجه دين الاسلام هو خطر البدعة والمشكلة فيها ان الذي يدخل فيها يدخل من باب انا محب للدين يعني مثلا كل شوية تلاقي جايلك على البسط صلي خمسين مرة وابعثها لمن تحب وان لم تبعثها فسيحدث لك خبر سيء وان بعثتها فسبعد عشرين دقيقة وخمسة واربعين ثانية واثنين على عشر من السانية سوف تسمع خبرا يهز قلبك فرحا هراء كلام فارغ بل بعضهم تطاول ويبعت يقولك ان لم تسمعها ويدعي يقولك اله اذا منفست كلامي تسمع خبر سيء ومش عارف ايه حتى اصبحوا في سوء ادب في الدعوة يعني انت تدعوني الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوء ادب يا اخي وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه مع الصحابة يجيب لك مثلا طمطماية ويقولك لفظه الجلالة هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج منا ان نمجده وان نعظمه وان نسبحه بطمطماية ولا بشجرة مرسومة على لفظ الجلالة واذكر من سنين طلعت قال لغابة في المانيا مكتوب عليها لفظ الجلالة كنت وقتها نطالب في الثانوية العامة وانتشر الامر كانت شار النار في الهاشيم وانشوف سبحانه ويطلع بعد كده ان فيه رسام هو اللي رسم السورة دي وكان شكلنا وحش قوي شكلنا وحش قوي ايه ايه يعني احنا نحتاج الى هذا الكلام عشان نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عظيم وله في خلقه شؤون كثيرة لا نحتاج لا نحتاج ولذلك انا بقول للحضرتك الذي نحتاجه هو ان نعرف ديننا ولذلك احكي لك النهاردة حديث كده من اروع الاحاديث وهبين لك فيه وهبين لحضرتك فيه لان انا شايف معظم اللي حضرين اخوات يعني جزاكم الله خيرا انا كده ادخلنا في معركة هنخسر يا جماعة ما ينفعش فين الاخوة فين الاخوات كده يعني هيجيبونا بالضربة القادمة انا بتهالي النتيجة كام دلوقتي تسعة صفر تقريبا يعني تسعة صفر كده سبحان الملك طب يطلع راجل واحد يقول لي انت انا معك في ظهرك انا كده لو قلت كلمة عن النساء كفاء الفيمينست يعني بيعدلوني فدلوقتي كله اخوات اخوات يعني كله ابقى ضرب ضرب يعني ايه انا مع رفقا ده رفقا بالغلبان بالمسكين معادش بقى رفقا بالقوارير ده ما شاء الله ده مصنع قوارير انما انا الوحدي ما انفعش حد يساندني يعني فينك يا شخان طيب تعالوا نتكلم في حديث في غاية الجميل يروي لنا الدارمي في السنن وعندنا سنن اسمه سنن الدارمي على فكرة وعندنا كتب حلوة او يا الله يعني يعني انا اتمنى ان الشباب ان نحفظ اسامي اللعيبة او المطربين او اللي كده يبقى حافظ ان عندنا حاجة اسمها الكتب الستة حضرتك عارفنا يعني ايه كتب الستة يعني البخاري ومسلم بخاري ومسلم وابو داود والترمزي وابن ماجة والنسائي اسموش النسائي اسمو النسائي دي الكتب الستة ولو ضفنالها الدارمية هذا وموطق الامام مالك ومسند الامام احمد تبقى بكتب التسعة عندنا كتاب اسمه صاحب نحبان عندنا كتاب اسمه مسند البزار عندنا كتاب اسمه صاحب نخزيمة اه والله عندنا كتب دي كتب دي في دينا كتب دي يعني يجب ان احنا نعرف اما اقول لك حضرك الكتب الستة تبقى عارف اما اقول لك رواه الشيخان يبقى البخاري ومسلم اما اقول لك رواه الاربعة يبقى مين اما اقول لك رواه الخمسة يبقى مين اما اقول لك رواه الستة يبقى مين أقول لك في الكتب التسعة بثنين حريم بنا أن نعرف ذلك فعندنا كتاب اسم سنن الدارمي رجل من أهل العلم عني بجمع السنن فسمى كتابه سنن الدارمي فيروي لنا حديثا والحديث ده أيضا عند التبراني في الكبير وعند البيهقية في الدلائل وصححه العلامة الألبانية في الصحيح في السلسلة الصحيحة طيب إيبه إحنا عندنا حديث يعني لو أي حد دلوقتي يا جماعة لسه ضمم لنا حالا إحنا ما قلناش حايدا إحنا بنقول بس الأمة تواجه تحديات هذه التحديات من أعظمها انتشار البدع ويجب أن إحنا نواجهها طيب هنتكلم النهاردة في حديث هنشرحه حديث فيه روائع اسمعوا كده معايا بس صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوله عمرو بن سلمة روي الحديث وعمر بن سلمة ده معروف كان صحابي معروف كان شاب صغير كده كان لسه صغير كان عنده يعني سبع تمن سنين وكان من قبلته كان عنده همة عالية جدا في حفظ القرآن فلما كان الصحابة يجلسوا يتدرسوا القرآن كان يعودوا يحفظ فما كان يروح لقومه كان هو اللي يأموهم مع أنه كان أصغر واحد بس كان عنده همة في الحفظ فكانت تمر أم المؤمنين فكانت صاب صغير لامم حوالينه طبعا لم تكن الثياب مخيطة زي الآن بيلف نفسه كده بأي ثياب فكانت تقول أسطوره إيه استقاريكم يعني أسطوره عورته لأنه بيصلي وهو مش ستر عورته طفل صغير فالمعصد طبعا الخير فيه وأمتي إلى يوم الدين هذا ليس بحديث الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين هذا ليس بحديث للعلم يعني إخواتنا الفضلاء طيب ف لكن أنا أعرف المعنى طبعا الحديث اللي يغني عنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهذا من الأحاديث الثابت الصحيح لا بأس فيه يعني ما فيش مشكلة فيه لكن الخير فيها وفي أمتي هذا ليس بحديث طيب الحديث بقى اللي احنا بنحكي فيه النهاردة اللي هو حديث صحيح وحصححه الألباني وقلنا رول بايهقي والطبراني وما إلى ذلك والله يا جماعة يعني معلش تسامحوني أما بتقول أسامي الناس دي بتحس إن انت ليك ضهر انت عارفين يعني إيه ليك ضهر يعني ليك علماء فانوا حياتهم فانوا حياتهم عشان يوصلون للعلم غض طريق كان فيه رجل اسمه ابن عقيل أو ابن عقيل هذا كان له مؤلفات يقول بعض العلماء نها تكوزت التلات تلاف أو التلتمية لا أذكر الرقم بالزبط هذا الرجل بقولك مؤلفاته فظيعة عدد كبير جدا عارفين ده كان بيعمل ايه كان لما يحب يأكل كان يجيب الكحكة ويطحنه ويسفه كده يعني يأكله كده الحاله بدون ما يغمس ويجيب عيشه لإيه لإن كان بيقول كنتوا أنيبوا عن الطعام بسف الكعك لأسكت كلب الجوع يعني أنا جعان الجوع ده بالنسبة له كلب لازم يسكتوا فيسكتوا بإيه وبيانه يسف الكحك يجيب الكحك ويطحنوا ويلا بصدق مش لسه أغمس وأعمل وشاي بقى والكلام مفيش الكلام ده الناس أفنك أعمار وإحنا نيجي يقول لك شبابنا أصلا ألحده يا ابني من أنت مش عارف تاريخك يا حبيبي اعرف تاريخك شوف العلماء دول أفنوا حياتهم عشان يوصلوا لنا مجلدات إحنا عندنا كتب ومجلدات يفني الباحث فيها أضعاف أضعاف يفني فيها عمر نوح ولا ينجزها لكن من يقرأ لوك شاب ألحد ما هو ما عندوش أسس ما تعلمش دين ما يعرفش غلبان مسكين اللي ما صلاش ده مسكين معرفش حلوة الصلاة معرفش قيمة الصلاة أما تلاقي واحد اسمه محمد بن نصر المروازي أحد علماء السنة مقال لي في كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة يكلمنا فيه عن قدر الصلاة تعرف حضرتك أن احنا يعني مقصرين اعرف علماءنا بقول لحضرك اعرف علماءك هات كتاب زي سير علام النبلاء ويقرأ أسماء العلماء دول وأسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء الناس دي هات كتاب صفة الصفوة هات كتاب أزد الغابة في معرفة الصحابة هات كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هدي الكتب دي وقرأ اقرأ شوف علماءنا دول ما تشتريش كتابي حضرتك ولا حضرتك خش على النت وكتب خش كده فيه موقع اسمه المكتبة الشاملة 6 جيجا لما بتحمل كل كتب فيها تصل ل20 جيجا املى الهارد بتاعك بتاع الهرد بتاع الجهاز اللابتوب او البي سي بتاعك وفيه نسخة منها للمجوال على فكرة نسخة مكتبة الشاملة املى كتب من دي وطالعها وهات نسخ محققة وفيها نسخ محققة فبقول حضرتك علماءنا ملأوا الافاق وعلمونا الدين لكن من يقرأ ومن يتابع ومن يبذل الوقت والوصح نرجع لحديثنا اللي زيراه الدارمي يقول جاء ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وكان واليا على الكوفة ومعلما لأهل البصرة خلي بالك كلام اللي هنقوله ده لوزنه ابو موسى الاشعري وكان معلما لأهل الكوفة واليا للكوفة ومعلما لأهل البصرة عمل سيدنا ابو موسى الاشعري قدم يوما على سيدنا عبدالله ابن مسعود فوجد الناس جلوسا وكان الناس يجلسون أمام بيت عبدالله ابن مسعود لأن عبدالله ابن مسعود كان معروف أنه من علماء الأمة وكان فقيها عالما حافظا لكتاب الله من الحفاف طيب طبعا وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه قولا وحيدا جزاكم الله خيرا طيب فإذا سيدنا أبو موسى الاشعري يجي يروح عند بيت سيدنا عبدالله ابن مسعود يجده جالس أو يجد الناس جالسة منتظرين سيدنا عبدالله ابن مسعود تخيل يعني التقدير للعالم إزاي يروحوا يقعدوا قدام بيت سيدنا عبدالله ابن مسعود على ما يخرج لصلاة الفجر قيمة العالم ليس مننا من لما يرحم صغيرانا ويقر كبيرانا ويعرف لعالمنا حقه من أحد أسباب ضياع أمة المسلمين الآن إن تيجي تكلم عالم يقولك ده نصبين ده بيبيعوا الدين ده بتجرب الدين طيب ماشي من اللي كويس بقى طب دول نصبين ودول بيبيعوا الدين ودول كذا وكذا طب من اللي كويس بقى حضرك قل لنا من اللي كويس فضرب في العلماء وضرب في كذا وكذا وأنا عايز أعرف يعني هو من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط هو من عالم عنده شزلة لما الإمام مالك يشير إلى القبر ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أو إلا صاحب هذا القبر كله بيخطئ كله بيخطئ أنت ما تعرفش أنا أنا لسه جايز مكلمك حالا أنه كنت أرتكب كبيرة من كبائر وأن طبع نستو بعالمين ولا كده أنا مش بضرب المثل يعني أنت لا تدري كل واحد فينا عنده ما يخجل منه وما يخفيه وربنا يسطرنا جميعا فبقول للحضرتك العالم إذا ضاع العالم ضاع بزلته عالم فأنت العالم ده يعني لازم يجل ويوقر ويوضع في مكانه لأنه هو اللي بيقود الناس العلماء اسمهم الموقعين عن رب العالمين شيخ الإسلام بن القيم كتب كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني الناس دي الكتبة بتعرف بنا سبحانه وتعالى الله عز وجل ينزلوا القرآن والشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحاديث وهؤلاء ينقلون لنا هذا الأمر فبالتالي لا تضيعه ما ينفعش حضرك تضيع هذا الدين أو تقلل من قدر هذا العالم طيب يروح سيدنا أبو موسى الأشعاري وهو كان والي الكوفة ومعلم البصرة ويجلس مع هؤلاء الطلبة أو التلاميذ تلاميذ سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعوب شفت الاحترام؟ انت دلوقتي ممكن تلاقي واحد بيتناطح مع ناس هو لا يساوي شسعن عليهم أقول لك أنا عالم وأنا قرأت وأنا تدربت هو لا يساوي شسعن عليهم عبد الله بن المبارك يقول نحن في حاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى خلق كثير من العلم كان بعض السلف يرسل ابنه إلى العالم يقول لا تأتيني بعلمه ولكن اأتيني بأدبه تعلم الأدب المفروض الأدب أما يتكلم عالم لا يتكلم أحد مشكلة نواجهها ولذلك أنا مسمي النهاردة اللقاء تحديات تواجه ديننا أركز على البدعة لكن برضو نخرج ببعض الفوائد فأقول للحضرتك كده إن الاحترام سيدنا أبو موسى الأشعاري هذا في يوم من الأيام الحديث في البخاري يقول جاءته امرأة فقالت ماذا تقوله في ميراث كذا وكذا ادت له حالة من حالة الموريث فقال أقوله بكذا وكذا واذهب إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيتبعني يعني اسأله برضو للإحتياط وهو هيقول نفسه رأيه فيذهب الرجل لابن مسعود فيقول ابن مسعود ماذا أصنع أنا إن ضللت عن هدي النبي وكتاب رسول الله وكتاب الله عز وجل ما أقوله بذلك ولكن أقوله بكذا وكذا فأفتي بفتوة تانية فرجع الرجل سيدنا أبو موسى الأشعاري تخلى وحصلت معايا إزاي وتروح تفتيز وإيه خلفك إزاي وإزاي خلف كلامي ده أنا اللي بعتك ليه ده المفروض مجاملة ليه حتى يقولي الكلام اللي أنا قلته لا ما قالش كده سيدنا أبو موسى الأشعاري اللي كان قاعد على بيت سيدنا عبد الله بن مسعود منتظره يقول له ماذا يقولوا لا تأتوني ما دام هذا الحبر فيكم حبر يعني علامة يعني بعد كده جمعا ما حدش يسألني في حاجة وهذا العلامة موجود شفنا قرآن الزات كان يأتي الناس على الصحابة وهم جلوس كده يسألوهم في المسألة الفلانية ماذا نقول في المسألة الفلانية ماذا نقول في المسألة الفلانية فيقول الأول لا أدري لا أدري حتى يعود السائل إلى أول واحد يعني يسأل كده جلسين عشر يسأل أول واحد يقول له ما عرفش يسأل اللي بعد يلف 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 الحد يرجع معه والسائل لما جاء أحد السائلين مرة إلى الشافعي وقال له في مسألة ماذا تقول فقال لا أقول قال أرجع لقومي وأقول لهم ماذا قال أقول لهم قال الشافعي ولا أدري ايه المشكلات ايه المشكلة يعني هو من اللي حاوى الدينة كلها لا يوجد احد حاوى الدينة كلها لذلك اقول لك حبيبي في اللقاء الادب مع العلماء فيجلس سيدنا ابو موسى الاشعري على بيتي او على باب بيتي سيدنا عبدالله المسعود فيخرج عبدالله المسعود وقت الفجر فيجلس سيدنا ابو موسى الاشعري يقول له ايه يكلموا كده يا ابا عبدالله شفت الاحترامه او يا ابا عبدالرحمن بيكنيه مع انهما صحابة مع بعض يعني صحابة مع بعض لكن فيه احترام يكنيه ما كانش يقول له باسمه والكونية شيء دي محبب جدا عند المسلمين وحتى الان انا احب اسمي ليه يا ابو مصطفى احب اسماء الله يا ابو مصطفى اسم ابني واسم ابي احب اسمي لأي واحد عادي يا ابن كذا السيدة عائشة وقال لم تلد فكانت تكنة كانت تكنة بامة عبد الله وهي لم تلد اصلا الراجح انها لم تلد فاقول لك حبيبي في الله ان الكونية والادب مع العلماء فيقول له عشان ما اطولش على حضراتكم يا ابا عبد الله او يا ابا عبد الرحمن لقد رأيته امرا انكرته ووالله ما رأيته الا خيرا ايه اللغز ده بيقول لانا شفت حاجة كده قلبي رفضها يعني لم استسغها ولكن اللي انا شايفه ده يظهر كأنه خير يبقى سيدنا عبد الله ابن مسعود جالس في بيته وجي سيدنا ابو مصطفى لأشعريه لقى الناس قاعدة منتظراء عشان يخرج لصارة الفجر فجلس معاهم مع انه جاي بالخبر وعايز ألف مسألة يجلس ويمتظر الادب وانما يطلع يقول له ابا عبد الرحمن لقد رأيته امرا انكرته والله ما رأيته الا خيرا انا شفت حاجة خير شكلها خير بس قلبي رفضها ليه لان الصحابة عن دوم ترمومتر في قرون استشعار لما يظهر خطأ يرونه فقال ماذا رأيت قال رأيت ناسا يجلسون في المسجد حلقا حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل ومعهم حصا يعدون التسبيحة والتكبير بها فيقولوا سبحوا مئة كبروا مئة حللوا مئة يبقى سيدنا بموسى لأشعاري دخل المسجد لأناس قاعدة كده كل مجموعة قاعدين في دايرة مع بعض وعلى رأس كل مجموعة رجل واقف على رأسهم قالوا عدوا مية قالوا المية سبحان الله مئة مرة قالوا الحمد لله مئة مرة حضرتك او حضرتك اللي قاعد دي تقول لي طيب ويا فاقي يا فاقي ده الناس بتعب ما هو برضو اللي بيبعث لك بوست على الجروب او المجموعة ويقول لك ارسلها الى عشرة اذا لم تفعلها امام المسجد النبو واسموه احمد رأى في المنام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لم ينقل هذه الرسالة خمسين مرة بيقولوا كده نفس الكلام بالزلط هنعرف اين المشكلة حالا بس اصبروا عليه وصلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت أمرا انكرته ووالله ما رأيته الا خير رأيت قوما يجلسون حلقا حلقا وعلى كل حلقة رجل ومعهم الحصى يعدون بها ومعهم رجل يقول عد تكبروا مئة سبحوا مئة هلئوا مئة فقال له سيدنا عبدالله ابن مسعود فهل لا اخبرتهم ان يعدوا سيئاتهم وانا ضامن ان لا ينقص ذلك من حسنتهم يعني بدل ما يقولوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر على الصيغة او على زي الصورة المبتدعة دي بقى الحتة اللي احنا عايزينها البدعية يعودوا يعدوا سيئاتهم كده انا والله انا بخيل انا وحش انا لا اطيع والدين انا عقى والدية انا لا انفق في سبيل الله انا كذا انا كذا من باب اولا وانا ضامن ان لا ينقص ذلك من حسنتهم ولو عملوا كده مش هتبقى بدعة ومش هينقص من حسنتهم قم بنا اليهم درس لكل داعية كم من مرة وانا لا اخفي سرا اقول انا هعتزل المسألة الفلانية هسيب مثلا الفيس هسيب كذا كذا تيجي تلقى العلماء يقول لك ايه الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ما هو لو كل داعية قبلت شوية مشاكل قعد مين اللي هيدعو الناس هنفضي مين مين اللي هيدعوهم يعني انا عايز اعرف اذا كانت الساحة مليئة بالمغردين والمنافقين واتباع الشيطان مين اللي هيدعو الناس فاقول لك شو في الداعية لما تأتي مسألة ما ينفرش ما يهربش لا يروح يواجه يروح يواجه زي انا في الفيديو اللي عملته وشيرته النهاردة اما بقول لك ايه ما بقول لك وصية كلب ام فساده زمم واللي شاف الفيديو هيفه من عصد ايه قاضي فسدت زمته بسبب مال ارجعوا للفيديو عشان ما طولش فبقول لحضرتك الداعية يخالط الناس ويروحوا يحل المشكلة فقام هذا الرجل قام هذا الرجل اللي هو سيدنا عبدالله ابن مسعود وقال ابو مسأل اشعري قن فدلني عليهم خدني ليهم وريني ليهم مين دول فدخل عليهم دخل سيدنا عبدالله ابن مسعود لا هؤلاء جلسين قاعدين حلقا حلقا كده دوائر دوائر وكل واحد معه حصى بيعد بيها وده يقول لهم سبيحوا مئة كبيروا مئة فقال له فقال لهم سيدنا عبدالله ابن مسعود ماذا تصنعون قالوا حصى نعد به التكبير والتسبيح والتحميد فقال ماذا قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد أما وإنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة آه هنا بقى أشرح لك الغلط اللي هم بيعملوا إيه مش النبس عسلم قال 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 وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه كل محدثة بدعة يعني يعني كل ما ليس على مثال سابق في الشرع فهو بدعة وانا قلت ايه مثال سابق في ايه في الشرع ما انت هتقول لي يا شيخ نظرتك دي بدعة انا بقول لك مثال سابق في الشرع انتم أعلم بأمور دنياكم وشؤوني دنياكم يا حبيبي بس ساعة دي من أمور الدنيا مش من أمور الدين ما وفيه فرق من البدعة الدينية والبدعة الدنيوية الطيارة دي بدعة يا عم الشيخ اقول لك لأ ما ربنا قال والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون صورة النحل ربنا قال ويخلقوا ما لا تعلمون لو ربنا قال في الآية والخيلة والبغالة والحميرة والطيارات والسيارات والقطارات والمترو ومتر الأنفاء والتوك توك كنا نقول ايه القرآن اللي نازل ده لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ايش وَيَخْلُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تمام وَيَخْلُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ طب اذا والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة ويخلُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يبقى الناس دي عملت ايه جلسة بتسبح بطريقة بدعية ذكر جماعي والذكر الجماعي عند الجمهور يبدعه يعني ايه ذكر الجماعي بدعه يعني ما عدنا وانت نقول سبحان الله سبحان الله لم يفعلها الصحابة ولا ما يفعلها النبي النبس عالسلام مع مالش لم يارد لنا اي حديث ان هو النبس عالسلام جمعها اصحابه وقاعد يقوله سبحان الله مع بعض الله اكبر مع بعض الحمد لله مع بعض اجلس لوحدك وقول ان شاء الله زي ما انت عايز بحاجة شاقول لك حاجة لكن مع بعض جماعة وعلى رأسكم واحد هزيه بدعه واتحط طيب فقالوا بدعة او حصن نعد به التكبيرة والتهليلة والتحميد تمام انا بس بشوف اخواننا لو في حد يعني عنده سؤال ولا عنده شيء جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا طيب نقول احبابنا الكرام ان هؤلاء كانوا يجلسون على صورة بدعية انكرها فيقوم سيدنا عبدالله بن سعيد ما اسرع هلكتكم يا امة محمد اما انكم على ملة اهدى من ملة محمد دو جابين دين احسن من دين محمد وحاشا لله لذلك سيدنا الامام مالك يقول ايه من زعم ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة ليه مولانا قال الم يقل الله الله عز وجل يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما كان على عهد النبي صلى سلم دين فهو الدين ولا ما لم يكن على عهد النبي صلى سلم دينا فلن يكون اليوم دين يبقى الدين اللي من ايه من نبي صلى سلم للحين هو الدين ولن يتغير تحدث مستحدثات في مصالح مرسلة في كده لكن الدين واضح واضح جدا جزاكم الله خير طيب إذن ديننا واضح لا نبتدع اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم سيدنا عبد الله بن عمر كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هدي في كل شيء حتى أنه مرة كان رجع من سفر فأعزكم الله دخل في حتة كده على جنب قالوا ماذا؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء هذا المكان فقضى حاجته فأنا أقضي حاجتي في المكان الذي قضاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع اتباع لا ابتدع تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه وتمشي وراه وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال سبحانه وتعالى فليخشى الذين استغفر الله العظيم وكل زمن عظيم الكلام صعب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تتبعوش ازاي ما تتبعوش ازاي ربنا يقول لك فليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كما في سورة النور يعني أنت لو خلفت سنة النبي تصيبك فتنة وعذاب أليم في سورة الحجرات ربنا يقول إيه يَا الَّذِينَ أَمَلُوا لَتَقْدِمُوا بَيَا نَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا الَّذِينَ أَمَلُوا لَتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَصَوْتِ النَّبِيْ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ إيه المشكلة يا الله أن تحبط أعمالكم إنت عارف يعني أحبط عمل اللي يقدم قول لبني آدم أو قول أحد من الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله يعني كل اللي عمله خير يروح الإمام الشفيعي يقول لا يحل لأحد إن استبانت له السنة أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان الإبن القيم في النونية بتاعته المشهورة يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم قول العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فلان أنت كلام اللعز وجل كلام رسوله هالي ينفذ مش حاسمها بيدعف دينك دينك كامل دينك ليس فيه ناقص عشان تجي تكمله وإلا تعالوا أنا بأصلي الفجر رقعتين ليه أنا قاعد فاضي موريش حاجة أصلي الفجر خمسة أنا نيتي كويسة مع كل الناس بتقولك أنا بأعمل ده عشان نيتي والله نيتي خير يا شيخ هي بنية شرطة قبول العمل احفظ دي النهاردة ومش عايز منا غيرها أي عمل عشان يقبل لشرطين الشرط الأول الإخلاص فمن كان هرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يبقى ولا يشرك بعبادة ربه أحد دي إيه الإخلاص عملا صالحا يعني إيه يعني ما كان موافقا للسنة يعني إيه يعني ليس بدعة يبقى عشان عملك يقبل العلاماء قالوا شرطين الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني المتابعة يعني إيه يعني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل ما يكونش في بدعة فما لقى سيدنا عبد الله بن مسعود الناس جلسة في المسجد حلقا حلقا قال قال إما إنكم مفتاء على ملة أهدى من ملة محمد أو افتتحوا باب ضلالة ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد وهنا في حتة عايزة لفت النظر إليه قال لهم الله أم رزقنا الإخلاص في القول والعمل ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد إيه بقى المشكلة هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته بين ظهرانيكم يعني الصحابة لسا عيشين تقبل الله منه ومينكم الصحابة لسا عيشين وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ يعني الصحابة موجودينهم إحنا اللي بنقلنا الدين للعالم ما بتقل دوناش ليه شفتوا صحابي مننا بيعمل اللي انتوا بتعملوا ده والله فهم سيدنا عبدالله بن مسعود إحنا لو فهمنا يا جماعة نفسي والله كده قعد مع حضراتكم أقول لكم تعالوا كده نفتح دماغنا نجيب كده مثلا مشرط جراحي نفتح دماغنا ونجيب الكلام ده كده ونحطه في ورقة ونقوموا طبقينه وقفلين دماغنا عليه ونطبقوا ونطبقوا شوف فهم الصحابة هو ده الفهم هو ده الفهم والله يحل لك إشكاليات كتير في مسائل كتيرة بتعطلف قدام الواحد بيرجع شوف الصحابة قالوا فيها إيه بيلاقي ضرر والله ضرر يعني الصحابة دول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لكم عارف أمنة لكم يعني حرس الحدود خط الدفاع فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون علم ولدك حب الصحابة علمui ولدك حب الصحابة حفظهم أسماءهم هاتي أزد الغابة في معرفة الصحابة هاتي الإصابة في تمييز الصحابة هاته سيار أعلام النبلاء عرفي أولادك من الصحابة اقرأ لهم السيار علمهم أبو بكر ده كان إيه كان قلبه عامل إزاي عمر كان شديد في الحق إزاي علمهم سيدنا علي أبو طالب حب السيدة فاطمة إزاي علمهم أن الرجل يحب زوجته دي مش حاجة وحشة أبدا علمهم أنه هو كان بيعشق السيدة فاطمة زوجته بنته النبي صلى الله عليه وسلم علمه كان بيحب سيدنا أبو بكر إزاي سيدنا علي كان بيحب سيدنا أبو بكر إزاي وهغششكم بقى الفيديو اللي هنزله إن شاء الله بعد بكرة هبريكم سيدنا علي كان بيحب سيدنا أبو بكر إزاي تعالوا علموا ولدنا الحاجات يا جماعة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني إنسان لا يوجد مثله لا يوجد مثله أفضل إن من خلق الله عز وجل بعد النبي سعى صلى الله عليه وسلم والأنبياء سيدنا أبو بكر قولا وحيدا خيره من ماشى على الأرض بيع بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر فبقول للحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود عشان أخلص بها عشان كنت قلت عليكم بيقول لهم ما أسرع هلاكتكم هتهلكوا بسرعة ياوي هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أو بين ظهرانيكم موجودين ما تسألهمش ليه تبتدعوا في الدين ليه إيه الحلق اللي انتوا عادينها دي وإيه أذكار المبتدعة دي وإيه ذكر الجماعي ده مش سنة بدعة طب وبعدين والسيابه موجودة موجودة النبي سيابه لسه ما دابتش يعني أصده إيه النبي لسه ميت قريب ملحقش إنه إحنا سنته تندثر أو الناس تجهل سنته ليه بتعمله كده تمام وهذه آنيته لم تكسر وهنا الحتة اللي عايزة نبه عليها الهبل اللي منتشر على النت أنا آسف يقول لك قدم النبي صلى الله عليه وسلم شعرة النبي صلى الله عليه وسلم سيف النبي صلى الله عليه وسلم الإناء اللازم كل ده كذب كل ده كذب أنا بقول لك أخذها مني كذب لا يوجد كل هذا كذب وكل ده من بدع وأباطيل الشيعة وبدع وأباطيل الفاطمية الكلام ده غير صحيح ولا قدم النبي ولا سيف النبي ولا درع النبي يا سلام يعني الدرع بقى الأربعة أربعة 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 سنة ده درع ده معمول من من آيونات الفلاز والتيتانيوم ده اللي إيه بالزبطة حضرتك عشان يبقى بالطريقة دي ومتقوليش لا ده بركة النبي لا لا كان ده محصلش وحد يجيب لي كده ذكر أو أثر عن الصحابة احتفظنا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت فلاني أو احتفظنا عنده لو احتفظوا به ووقروه وددوا له حاجة مؤكد هم عارفين إنما ما حصلش فالسه هزا كذب وتلاقي الناس عم باله مشيارة وبتاع لسه أخت بعتالي ده قدم النبي وتلاقي كذب ولا يزو بالله كذب مش الكلام ده خالص فالنبي سيدنا عبد الله بن مسعود إنما كان بيتكلم عشان ما حدش تستدل بحطة دي كان لسه النبي متوفر حاجة بسيطة ده والصحابة كانوا موجودين ما أسرع هلكتكم عشان بدعكم فتعرف إن سيدنا عبد الله بن مسعود قال إن المبتدعة هالكين طب وبعدين قال فهلا عددتم سيئاتكم فأنا ضامن ألا ينقص ذلك من حسناتكم عدوا سيئاتكم بدل منتوا فاكرين إنكم بتعملوا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلى الله عليه وسلم نعم نعم أخت الفضلة نسمة الفجر نعم لا لا ولا شيء من هذا كلها طرهات كلها طرهات طيب عشان أختم بقى ونتقولش عليكم بقول إن سيدنا عبد الله بن مسعود قال ذلك ثم قال لهم كلمة في غاية القوة ويجب إن الداعية يكون قوية ويدعو إلى الله قال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يزاوزوا طراقيهم الطراقي اللي هي دي يعني إيه بيقرؤوا بألسنتهم ولم يستقر في قلوبهم لعل أكثرهم منكم الله يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لنا أن المبتدعة يقرؤون القرآن لا يجاوزوا طراقيهم أي وما ما بعملوش به لأن في القرآن موجود وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللي النبي يقولوا تسلم عليه تسليم انتهت فلذلك يقرؤون القرآن لا يجاوزوا طراقيهم لعل أكثرهم منكم ختم الحديث يقول عمرو بن سلم راوي الحديث ثم رأيت معظم هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوما نهروين مع الخوارج الله يعني عبد الله بن مسعود كان عنده بعض نظر وبصيرة ويعني الحلوة دي إيه الصحابة دول إيه الصحابة دول أقسم بالله إن إحنا عندنا كنوز علمية يا الصحابة لقالق تمشي على الأرض لو لإن أنا عارف إن الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم ومهتديتم هذا حديث موضوع كنت قلت إن الكلام ده صحيح فعلا هذا حديث موضوع ليس صحيحا لكن فعلا هم كالنجوم نجوم تمشي على الأرض نفخر بيهم ياللي زعلان على لعيب كرسة بفريق واللي زعلان على مش عارف مين راح فين واللي زعلان على إيه اقتدي بهؤلاء والله فيه ذلك كل الخير لذلك بقول لحضرتكم لحزن اقتم مكفاء وكده بقول لحضرتكم إياك والبتعة العلماء يقولون إذا رأيتم الرجل أظن أبو حنيفة يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فعرضوا عمله على الشرع جاب لك بدع وعمل وعمل مش مهم اعرضوا عمله على الشرع مش على البدعة فإذا كان عمله الخير فهو الخير إذا كان عمله مبتدع وليس على مثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الشر أقول بسرعة البدعة هي كل ما ليس على مثال سابق في الشرع فيجي واحد يقول لك يا شيخ ندرتك بدعة تقول لحضرك مش فهم يعني أي بدعة إن البدعة ليست تعني العادة إنما البدعة في العبادة أكل وشوربي لبس الندارة لبس التوب قاعد يأتي قدام الموبايل قدام اللابتوب بتفرج على مش عارف على التلفزيون على الالس دي بعمل بسوي كل دي من العادات هي من العادات وليست من العبادات فما تقول ليش كده وأحكي لكم خصة كده مضحكة شيء عشان أرفع عنكم في ناس زعلت مني إن أنا كنت منفعل المرة اللي فاتت أقول للحضراتكم أحد الإخوة اللي كانوا متشددين راحوا عندي شيخ وكان أعزمهم على الأكل فدخلهم إيه هذا المعالق بدعة الشوك بدعة الأطباق بدعة كلهم وهم خارجين لقوا العربية اللي مسافرين بها إيه ما جاين لهم بعربية مش جاين لهم ماشي إيه مولا اللي هم كسر لهم العربية حتاة إيه دا اللهم بدعة يعني هي دي بدعة السككين والشوك بدعة والعربية مش بدعة يعني خلي فيه شوية مخ فحضرتك أو حضرتك النهاردة لو خرجنا بإن شرطة قبول العمل الاتباع أو الموافقة للسنة والإخلاص لله عز وجل وعرفنا إن البدعة هي ليس كل ما ليس على مثال سابقا في الشرع وطبقنا ده هتفتعه في حاجات كتير قوي هتلاقي حاجات كتير قوي هتأيجي تقول لنفسك لو أنا عايز أصلي العشاء النهاردة ستة رقعات مش هصليها ليه لإن النبي سعى صلى ما صلى هاش ستة فإذا هي بدعة وهكذا تهيألي فيه نقطة تهيألي فيه حاجة اتعرفت لو حد عنده سؤال كده هبص في عجالة جزاكم الله خيرا وبرك فيكم وجعله في ميزان حسنتكم أي حد نعم البدع قطعة من النار أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا ابن القيم والله ابن القيم لو جزا للإنسان يعمل تمثيل لصنعة الابن القيم وابن تيمية وللصحابة فردا فردا والبخاري ومسلم وبنماجة والترمزي والنسائي وأحمد كل هؤلاء كل هؤلاء نعم فعلا لم يبق شيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم الذين هدعون أنها من أثار هذا كل من البدع التي لا قيمة لها وليس فيها شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو في حد عنده أي سؤال أحبتي في الله يكتبوا تحت أنا بشوف بس التعليقات حضراتكم الله معلمنا ما ينفعنا يا رب إحدى الأخوات بتسأل التسبح في السبحة حرام ولا لا والله اختلف فيها العلماء على قولين الإمام الصيوطي ألف كتابا في جواز التسبح في السبحة وتبعاه بعض ذلك يعني أنا سمعت الشيخ محمد حسان بنفسي يجيز التسبح بالسبحة ولكن الغالبية من العلماء اللي نعرفهم يقولون الأفضل أن تسبح يا أصابعك لماذا؟ لأنها تشهد لك يوم القيامة فأنا أقول لحضرتك إذا كنت هتسبح عدد من التسبح كبيرة يعني مثلا تسبح ألف تسبح أو ألفين أو كذا ولن تحسني العدد على أصابعك فلا بأس لكن في التسبح بعد الصلوات دايما اجتزم بالأصابع تمام؟ يعني دايما اجتزم بالأصابع لأن الأصل هو التسبح بالأصابع اللي قاول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها النساء يا معشر النساء اعقدنا التسبح بالأنامل فإنهن مستنطقات وعلى فكرة عقد الأسبح بالتسبح بالتنائب بالأنامل مش بالسرعة للناس بتعمل كده واحد سبحان الله سبحان الله هذا خطأ هذا ليس مقصد الحديث اتعقدنا يعني كده واحد كده العقدة هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده عقد التسبح بالأنامل هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الصحيح. وتسبح لأنها يتأخذ الأجر عليها. هتسبح على السبحة هتخدخلي في خلاف ويبقى الأمر إيه؟ الأمر يبقى حرمت نفسك من الأجر اللي هو الأنامل لأنها ستنطق يوم القيامة وأسأل الله عز وجل فتنطق. السبحة مش هتنطق لك. إنما الأنامل ستنطق بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة تسبح على السبحة إذا كنت هتسبح تسبحات كثيرة ولن تحسن التسبح على اليد لكن تسبحات دبر الصلوات التزم دايما بالتسبح على اليد. تمام؟ نعم قال تعالى قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أكفر لكم بنوبكم والله غفر الرحيم. نعم أحسنتم ما أظنش إن أنا شفت أي أسئلة تاني أعيدها مرة تانية. طيب في هذه الحال أصلى العظيم رب العشر الكريم أن يتقبل منا كل ما قلناه وما سمعته هو أن يعفو عن الخطأ والزلل فما قلته وما أصبته فالله عز وجل فمن الله وما أسأت وما أخطأت فمنه من الشيطان والله عز وجل منه براء أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن أجعله خالصا لوجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة